السلام عليكم لا شو بحد يقول لي عدل الشاشة مرة ثانية سبعت كلامكم في الناي هذا اللي صار لا شو بحد يقول لي عدل الشاشة مرة ثانية طيب اتمنى انكم تكونوا ان شاء الله بخير و بصحة و عافية انا كنت مستمتعة قبل قليل بمباراة قطر والبرقوي مباراة في امانة كانت متميزة في ادائها بس خلونا نخش على الموضيع على طول هارد لك القطريين ما في هلاب الطولة لم يحزنون البث بيبقى زي كده طيب نخش في الموضوع على طول في عندنا عدة نقاط لما جيت انسخ المرة هذه برضو ما هنا فيه تغريد الواحد قرأتها قبل قليل ثلاث تغريدات هذا اسمه خالد يقول لي تشوفوا قدامنا هذا نتاج عمل وتخطيط و شغل إداري و فني ماهو نتيجة حظ و طيخ و طخ واضح ان الكرة القطرية وراها ناش تشتغل باحترافية و لا تدار بعقليات تلك العقلية التركية للشيخة عموما ما نقلب الحوار هذا الحوار السياسي إلى التعليق على أمور رياضية مع أنه لا تنفك الرياضة عن السياسة جميل و أذكر هناك مقولة في مرة مرات لكن لا أعلم من هو صاحبها و لا أدري لعلي أختلقها الآن أن أحد السياسيين كان يقول تستطيع أن تمنع الناس عن أخبار السياسة و الاقتصاد لكنك لن تستطيع منعهم من أخبار الفن و الرياضة جميل عموما أعتقد أنه بالتأكيد أي عمل سياسي ينعكس على موضوع الفن و ينعكس على موضوع الرياضة في أي بلد من البلدان لكن لا نريد أن نغرق في التفاصيل الآن فيه موضوع كانت الأيام الماضية قبل ما نبدأ نخش نحلل ما ذكره محمد بن سلمان أنا تابع رياضة فن لا أوكي ممكن سالفة أزرق ولا أخضر الأخوة في السودان كان فيه شهيد الله يغفر له و يرحمه شهيد من شهداء السودان لما توفي تضامن معه أهله وأصدقائه و وضعوا اللون الأزرق على بروفايلاتهم في الفيسبوك جميل جدا كنوع من التضامن معه ما فيه ما فيه أي شيء أوكي واضح كنوع من التضامن معه طيب اللي حصل أنه لما حصلت اشتباكات وحصل في ضحايا وشهداء في الثورة السودانية أصبح السودانيون يضعون اللون الأزرق تضامنا مع شهدائهم الذين هم شهدائنا أيضا مش لأنه هو من السودان هو ما يمثلني إلا هو يمثلني وقضية قضيتي جميل وإن اختلفت مدننا أو بلداننا في النهاية هي قضية تمسنا وبجي ليش أنا أحب أني أكرر هذا النقطة بعض الناس يقول يا أخي عدت ألف مرة في هذا الموضوع لكن لابد من التذكير جميل؟ طيب انصبغ الموضوع باللون الأزرق سارت الحسابات تضع اللون الأزرق العبد الفقير إلى الله وغيره من الأشخاص تفاعلوا مع هذا ووضعوا اللون الأزرق لا هناك دخل لا لنحل ولا لقروبات تليجرام ومشعر أحدهم يقول أنه أنا الفكرة اللون الأزرق هذه من عندي لا أفد هذا مش صحيح وإن كنت تريد أن تصفني بهذا الأمر أنت تعطيني قيمة وأشكرك على هذا لكن مش أنا أنا وضعت هذا تضامنا ووضعه الكثير تضامنا مع الأخوة في السودان يستحقون من ذلك بكل تأكيد طيب ليش ما وضعت لون أخضر متضامنين مع السعودي ليش ما وضعت لون أخضر مع أبها لما انصار في قصف أبها لا الحرب منطلقة في السعودية من أربع سنوات ونحن متضامنين مع المدنيين في السعودية ومع المدنيين في اليمن ونتمنى أن يحجم الحوثي ونتمنى لهذه الحرب أن تقل ونتمنى أن تصل في نهاية المطاف الأمور إلى حل سياسي يرضي الجميع جميل حتى يكون اليمن آمنا وسالما من شئة الله سبحانه وتعالى ونحن نؤكد ونكرر مرة أخرى أننا لدينا الاعتداءات على المدنيين سواء كانت في صنعة كانت في أبها في نجران فهذه كلها بلادنا كل هذه بلادنا لما يموت يمني زي لما يموت واحد في أبها زي لما يموت واحد في نجران هذه الهويات والجوازات ما تجعل ذمك مقدس ودمي مباح مش صحيح الكلام هذا أو على العكس تماما ترى في بينهم منسب وفي بينهم دم وفي بينهم فالحدود هذه الوهمية اليوم الزائفة موش هي اللي تجعلني أنا أتضامن معاك أو أتوقف في دفاعيانك جميل؟ طيب فوضع اللون الأزرق في كثير من المشاهير حول العالم مضوع حول اللون الأزرق جيجي حديد أعتقد بلا حديد أختها اللي السعودين الآن زعلانين منها ونجي في القصة هذه في كمان من الأشخاص اللي تضامنوا كاردي بي في كمان ريانا في كمان مين فيه؟ ديمي ديمي لوفاتو مغنية هذا اللي كلها مشاهير مشاهير فنانين ومغنيات أو إلى آخرين سنتنا الأخوات عارضات موديلز وبلا أحلى من جيجي أرى 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 طيب لا بس نكاية في الوطنجية اليوم طيب أشاهد في الموضوع آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هنا رسالة أريد أن أوصلها هنا رسالة أريد أن أوصلها هنا رسالة أريد أن أوصلها فيه كثير من مشاهير في السعودية أيضاً وضعوا هذا اللون الأزرق بعدين جات عليها بحاملة تشبيحية فسحبه بعضهم حتى حسابات مللونية لذلك أريد أن أشير إلى نقطة نقطة حساسة جدا إنت أيها السعودي تحديداً ركَّز معايا أي مواطن سعودي يتضامن مع الثورة السودانية هو يرد الجميل للسودانية لأن السوداني جالس يقاتل معاك في الحد الجنوبي فأنت أولى من أي شخص عربي آخر بالدفاع على السودان هذه فاتت النقطة بي حتى على الوطنجية النقطة هذه فاتت حتى على الوطنجية هذا السوداني المفترض أنت أولى الناس بالدفاع عنه لأنه جالس يقاتل معاك في الحد الجنوبي فمن باب رد الجميل بس من باب رد الجميل نقول له احنا نتضامن معك تخيل بعيدا طبعا عن عروبة وبعيدا عن كذا وبعيدا عن أخوة دين وأخوة دون تقول أنا أرد الجميل فشكرا جزيلا لك بس أخواني حبايب الوطنجية لما نشوف الناس تدفع على المعاقضية ملازم طب إحنا طب أنا ما أحد يحبني طيب أنا الناس ضدي طب كل العالم تتآمر عليك كل العالم تبغى تهجم عليك هذا مصحيح صدقني مصحيح تنزل الآن الشارع عند أي واحد كندي تقول لك أنا حتى ممكن ما يعرف شيء السعودية تسألوا يقول لك دبي تسألوا يقول لك كذا لا تحسب أن العالم جالس يخطط كلهم قاعدين جابين وراقهم معلوماتهم وفكارهم عشان يسقطونك ويتآمرون عليك لا 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 حبيبي اهدى وهدى عصابك شوي الله يرضى عليك ترى هذه الحالة اللي أنت قاعد تصنعها عن نفسك وحالة الخوف الرعب والقلق وأن العالم يتآمر ضدي مش صحيح أبدا ومش سليم وبتاتة أوكي طيب خرج واحد دائما لما تحدث أي قضية يكون في مجموعة من الأشخاص الكرام الله يهديهم يجيب تعليقات بعض السودانين يقول لك شوف في سوداني قاعد يسب نحن السعودين تستاهلون يا المنبطحين ما يهمني لو يجتمع الشعب السوداني كله ويشتم أنا ما يهمني وهذا الشيء لن يحدث لأن هذه القضية عادلة أنا أدافع عن هذه القضية مش عشان عيون الزول ولا عشان الكنداكة لأنه قضية قضية عادلة وأنا عندي موقف سأسأل أن أنا مام الله سبحانه وتعالى نصرته أو خذلته فلو كان لو افترضنا أن كل الشعب السوداني لا سمح الله هذا غير وهذا لا يمكن أصلا أنه يكون شعب قليل أدب الكلام ما يهمني أنا أنصر قضية وما أنصره لسواد عيونه لأنه هذا المطلوب منه ورغم ذلك اللي حصل أنه في مجموعة من السفهاء يخرج ويشتم شعب السعودية لما تخرج وتشتم شعب السعودية فهنا نقول له أنت تمثل نفسك وأنت لا تمثل الشعب السوداني جميل ولا يعني هذا أن نعمم هذه النظرة على الشعب السوداني زي لما نخرج واحد سعودي الآن ويسب السوداني بالعكس ما نقول أنه هذه تمثل رأي الشعب السعودي فما نبغى نغرق في هذه المتاهات جميل ما نبغى نقول شوفوا السودانيين ترى قبل شهرين ثلاثة قبل الثورة كانوا يقولون الله الشعب السوداني أفضل شعب عربي لم يأتنا منه تغريداتهم موجودة الوطنجية السودانيين أحسن من عرب الشمال وأحسن من مصريين وأحسن من اليمنين ما في زي الشعب السوداني شعب مذب شعب محترم فرجاء خاص هذه النظرة لا تعمم هذه النقطة النقطة الثانية لما نجي السوداني يسب الحكومة السعودية أنت زعلان ليه لا تحسسن أنك أنت اللي اخترت الحكومة لا تحسسن أن الحكومة جالت يحمد بسلماء قبل ما يأخذ قرار يدق عليك والإستشيرك والإستشير واحد من الشعب هذه لا تمثل لا تمثلك تقول لي يتمثني اللي بغى يضغط لايك لا 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 لما نجي السوداني كائنا من كان ويسب الحكومة السعودية بما لم يقوله ما ليكون في الخمر هذا ما يسب السعب السعودي يتكلم عن حكومة تدخلت في وقت ثورتي أخي إيش شيء لزعلك روح وأهجم عليه وأنتم كذا وأنتم كذا في مقطع ليوتيوبر سوداني مشهور المضحك في هذا الموضوع أن هذا اليوتيوبر السوداني كان السعوديون يتداولون مقاطعه ردا عن المصريين كان في بيننا وبين المصريين غشنا قبل فترة فكان في بعض الأشخاص يتداولون مقطع وكان مقطع العنصر يرد المصريين كان يتكلم يقول أن المصريين شعب ما يغتسل أو ما يتروش شعب غير نظيف شعب كذا شعب كذا وكانوا يستخدمون الفيديو حقه الضحك أهجم أهجم الله أهجم الزوج هل تععس هالمصريين الله لا 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 يباري فيه الآن لما جاء أتكلم على الحكومة السعودية وانتقد الشعب السعودي أصبح يوتيوبا عنصري وهو من أول عنصري هذا الأخ الله يهديه نقول له الأخ الزول هذا صاحب المقطع الفيديو أقول له يا أخي العزيز تبقى تجلد الحكومة السعودية اتصل عليها وأعطيك السكريبت من عندي أكتب معاك البرنامج كتابة خد تبقى تجلد الحكومة الإماراتية روح تجلد حكومتك روح نحن ندعمه فيما تقول لكن لا توجه سهامك إلى هذا الشعب شعب أنا مغلوب على أمره هذا واحد اثنين عليك أن تعتذر عن عنصريتك مش للشعب السعودي فقط حتى للشعب المصري اللي في وقت من الأوقات كنا نستخدم فيديوهاتك للردع المصريين صاح جميل تبقى تنتقد حكومة روح والقلب داعي لك أجلد فيهم زي ما تبغى وأنا أعطيك المقاطع وأكتب معاك السكريبت وأساعدك في هذا وأديك أشياء ممكن نساهم معاك لكن الشعب عليك أن تخرج الشعوب لأنك أنت تعرف تماماً أنه هذا الشعب ما له قدرة وما له سيطرة على القرار الموجود في السعودية جميل جميل الكلام هذا قفلنا هذه النقطة نجي نقطة بأخيرة السيدة كوثر الأربش مرة أخرى تكلمت في أحد التغريدات وقالت بأنه أنت يا أخ عمر كنت معنا سمتني لطيف وأنا أشكرها أنها سمتني لطيف أنا لطيف وكيوت جداً بس أن الحكومة ما تحبني فسالفت أنه قالت أنه أنا كنت موجود في قروب 2010 صح في قروب 2010 كنت معاها ومجموعة من نسويات وهدف تدمير وهدف أنا 2010 يا أستاذة كوثر الأربش والله ما كان عندي تويتر بايدا وي يعني مش هتكونين في الصورة يعني بس هذه المعلومة نسيت لما رديت عليك نسيت ما أقولها أنا دخلت تويتر في أكتوبر 2011 أكتوبر 2011 أيو شهر 10 2011 فما كنت ما أدل إيش القروب اللي معاكم أوكي ووقتها ما نداري عن قروباتكم ولا نداري أي شيء عندي قروب مع العمي في الواتساب وقروب مع أهلي في الواتساب وقروب مع أصدقائي في الواتساب ما في عندي وقتها قروبات سياسية حسب علمي حسب معلومات المتواضعة لذلك صحي هذه المعلومة ولا يوجد صدقيني أنا لست شريكاً ولا مؤسساً في أي جروب يهدف إلى تنحيش أحد أو تهريب أحد هذا مش من اختصاصي مش من شغلي أبداً أحاول دائما قدر مستطاع أني لا أدخل في مثل هذه الأمور جميل؟ بس لتصحيح المعلومة الأمر الآخر يا أستاذة كوثر الأربش النحل الإلكتروني ليس له علاقة بتهريب أحد أو تنحيش أحد ما عندنا أي شيء من هذا القبيل نحن نحاول بقدر مستطاع توفير بيئة آمنة في مواقع التواصل الاجتماعي للتغريد وقد لاحظتم حملة لإغلاق الحسابات أنا فخور وسعيد جداً بأن أقول لكم أن من قاموا بهذا أشخاص ينتمون إلى النحل الإلكتروني هذا الشيء يجعلني فخوراً وكنتم تلاحظون الوطنجية وهم يهربون إلى موقع بغلي اسمه بغلي أعتقد بغلي شيء زي كده بغلي هو فرنسي كلمة بغلي يعني موش أقول لكم أنه أتكلم فرنسي ما أتكلم فرنسي بس آذي آذي ما أتكلم فهم يريدون الهروب الآن لأنه تويتر بدأ يقصف ولاحظنا شيء خطير جداً وبإذن الله الأيام القادمة سنعمل على هذا فيه حاجة خطيرة جداً في تويتر لاحظناها وكارثة وأزمة صحيح ممكن هي ما هي سياسية 100% لكنها أزمة اجتماعية بالتأكيد لها مسببات سياسية ألا وهي أنه وجدنا فيه حسابات تروج ل دعارة الأطفال ممتاز بل وحسابات تبيع مقاضع فيديو لأطفال أغلب هؤلاء الأطفال من السعودية العجيب أنه نفس هذه الحسابات هي نفس الحسابات التي ترفع ترند وتسقط ترند في السعودية بالله يا سؤال ما عليش يرضيكم أيها الشعب الكريم أيها الشعب السعودي الكريم يرضيكم ليلة العيد السعودية الترند الأول موجب مكة تدري سالب الرياض لاحظتوا شيئا أو لاحظتوا كم مرة تدخل على الترند في السعودية وتلقى مكتوب موجب مكة سالب الرياض سالب القصيم موجب الدرعية لاحظتوا كلام هذا أو لاحظتوا في الترند البردان تتكلم بخضايا سياسية من اللي يرفع هذا هذا يعكي الصورة مين تخيل تريد تشوف بلد ايش عندهم من ترند مواضيع تدخل تلقى سالب مكة ايش تدخل سالب مكة وموجب جدا ومو حسابات اللي تربع الترند مين هي الحسابات اللي تسقلت مين مسؤول عنها تجي انت بعد كل هذا الأمر هذا الصورة اللي تنعكس عننا لذلك أنا دوري كوطني كمواطن ممتاز أنا أقول للناس أيها الناس لا في حملة لا بد أن نطالب لا بد من حماية هؤلاء الأطفال والله العظيم الأخ والمجموعة اللي معاهم اللي مشرفين على هذه الأشياء أسألوا لي أشياء مهولة واحد يقول عندي مقطع لطفل اللي يبغى يدفع كذا كذا تخيل اللي يبغى مقطع لطفل أطفال أطفال من السعودية اللي يبغى المقطع الفلاني يدفع لي مبلغ كذا كذا أنا ما أعتقد أن هذا الكلام يضي أحد أبدا وأعتقد أنه صحيح أنه هدفنا الأساسي إحنا في النحل والشباب الموجودين أنه يكون في عندنا دور لتغطية أمور سياسية وجوانب سياسية بس هذه كارثة ما يسكت عنها ما يسكت عنها الواحد يقول الآن أنت مبالغ صح؟ بعض الناس يمكن يقول لي أنا مبالغة ولا أتصنع وإني أنا أحاول أطعن أو كل شيء أريد تشويه أدخل البحث في تويتر بعد ما أنتهي بعد ما أنتهي لأطلعون البثنا ممتاز؟ وحاول ما يكون جنبك أحد صغير أكتب كلمة ورعان وحط آخر شيء شوفيش تشوفون لاحظوا مقاطع على ابتزاز أطفال مقاطع لأطفال مقاطع لأطفال مولا تعلم الناس هذا شيء موجود تريندينج تريندينج من نلمسون عن هذا يا جماعة هذا الشيء ما يمثلنا إحنا أنا لا أقبل أن يكون أو أن تكون الصورة الخارجة عن بلدي أن هذا شكلنا إباحيات ودعارة أطفال يجيك بعدين يقول لك الله هم تمين خوانا هم تمين يا أخي من المسون من اللي قاعد يرفع هذا الشيء يطلع عمين من هو يعني شيء محزن والله العظيم شيء محزن وموسيقى أي رقابة حكومية رقابة حكومية يقول الله العظيم طيب نقفل موضوع هذا نخش في موضوع ثاني فيه اليوم يوم الأب العالم وأنا أوجه أبوي يتابع أهلي يتابعون أنا ليه فترة طويلة ما أقدر أسمع صوت أبي ما أقدر أتواصل ما أقدر أكلم ما أقدر أقول السلام عليكم وعليكم السلام محروم ممنوع أعتقد أن الدولة بشكل أو بآخر تمنع هذا الشيء أنا بالنسبة لي أعادي أقدر تصد مثلا في حي وقت لكن رأيت أنه في بداية الأيام منذ شهر أوغست التواصل لا يكاد يعني يصل فعلمت أن هناك نوع بشكل أو بآخر أكيد أنهم ممنوعين من التواصل في أحد هددهم قالهم لا تتواصلون مع مولدكم لذلك أنا أريد استقرار هذا اليوم يوم الأب العالمي وأقول لوالدي كل عام أنت بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ويجعل الأسرة الكريمة دائما بخير وأنا يعني أشعر بما تشعر به من حزن يعني أنت قد تكون خدمت الدولة في أماكن حساسة لأكثر من ثلاثة عقود لكن الدولة لم تجازيك بالخير الحكومة لم تجازيك بالخير وإنما قامت باعتقال اثنين من أبنائك لابتزاز ابنك الآخر في قمة الوضع والانحطاط لم يقدر تضحياتك والقصص التي كنت تحكيها لنا ومواجهات الإيرانيين واختراقات الإيرانيين وكيف بقيت مرة من مرات وحدك في مكة حينما حصل هجوم للإيرانيين في مناطق معينة وكيف قوامت مع مجموعة من الرجال كل هذا الكلام لا يقدره ولا يفقه لأنه عندنا أحنا المخلص لبلد والمخلص لوطنه لا يكرم وإنما يسأله المخلصين لبلادنا اليوم أو المخلصون لبلادنا اليوم فينهم موجودين للأسف إنهم موجودين في السجون خيرة شباب وبنات البلد خيرة المفكرين والمناضلين والحقوقين والأكاديميين موجودين في السجون أن ترمي هذه البلاد بخيرة أبنائها في هذه السجون أو تجعلهم يهربون للخارج هذه مصيبة شيء محزن إنك تجيب سمية الخشاب وتكرمها في يوم المرأة العالمي في نفس الوقت أنت جالس تعذب عزيزة في نفس الوقت أنت جالس تعذب في هذا السنة في نفس الوقت جالس تعذب سلمان العودة جالس تهدمنا ع الطريفي حابس عوض القرني جالس تسعقل وجين جالس تتعذب بالإغراق علي العمري جالس تحرم علي أبو الحسن أن يخرج عزف أمه ليش؟ هذا الشيء محزن هذا الشيء محزن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا و ببلادنا يعني الموضوع مش شخص إذا جالسي نشوف الجو هنا الواحد يقول لك أنا مروق أنا مرتاح أنا مبسوط والحمد لله الأمور تمام والمعنوية مرتفعة ضاوة إلى خير لكن تأتي وتنظر إلى الوضع في البلد تشعر أن الشعب أشبه يعيش حالة من الحزن كاليتيم بحاجة إلى من يحن عليه للأسف هذا الشيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغير ويتبدل في قادم الأيام قل آمين إن شاء الله كل من يحب الأدنى يدعو لنا بخير كما ندعو أن نحن إلا الإخوة في اليمن وندعو الإخوة في السودان وفي الجزائر وفي ديبيا وفي قطر وفي مصر وفي تونس وكل آمين إن شاء الله طيب بالنسبة إلى حوار محمد بن سلمان مع دقيقة حوار محمد بن سلمان يعني وأنا سأنقل لكم الحوار ومعلق عليه إذا سمحتوا لأن شوية الحوار كالعادة فيه نوع من أنواع كثيرة جدا من المغالطات ومن الأكاذيب ومحزن جدا الصورة التي خرج بها محمد بن سلمان من بعد نيويورك تايمز والبلومبيرغ والجماعة هذول وكذا قالوا له يا محمد بن سلمان خلاص لا مكان لك هنا فاذهب إلى مكان آخر طيب نبدأ الحوار وطولوا بالكم شوية حبيبي إذا كنت أخي عزيزي الوطنجي إذا كنت تستمع للحوار وكنت متضايق أو تحس أنه الحوار أو تعليقاتي على الحوار تزعجك ماشي فطول بالك شوية عصر ليمون اشتري لك ليمون عصر ليمون اشرب أصير ليمون يرويق دمك شوية بس أنا عن نفسي حاسني مرويق جدا طيب آه خلي خلي حلقة قناة العربي بعدين نخش على موضوع محمد بن سلمان عندي انطباعات خرجت فيها من هذا الحوار وهذا اللقاء أنه محمد بن سلمان تصار عاقل جدا والله تحس أنه ركت شيء في اللقاء هذا طب أنت تبقوا المدح أو لا تبقوا المدح خلوه تكلم بواقعية تحس أنه كده صار عاقل وكذا كانه فيه قرصة إذن وفي أحد قال له شوية لا أهدى أهدى روّق روّق خف الهياط خف الهياط يعني مثلا تقرأ في تصريحاته زمان أنه كان يقول الأمر يأخذ أسبوع خمسة أيام فقط ضغف على الحوثي الآن لا يقول فيه عملية سياسية ولا نريد حرب ونوصلوا عن نبيا جماعة فيه تغير والتغير هذا إيجابي هذا اعترار التغير هذا إيجابي لكن يعني بعد حالة الهياط والشحن الشعبي وكذا شوية قال لا الوضع اختلف اختلف الوضع الآن الحوثي صار يهاجم إيران صارت تضرب كذا قطر خلاص فلا كأنه فيه مشكلة أصبت ففيه مشاكل عندنا التريس هناك في ليبيا دعسين حفتر ففيه نوع من التغيرات حصلت تغيرات كبيرة جدا بالإضافة إلى أنه صفقة القرن إلى الآن لم تم تأجيلها وفيه مواضيع دخلت في بعض وقضية خاشبجي رحمة الله عليه ما زالت عالقة قالوا له أبي هدي شوية هدي شوية ممتاز أتمنى أنه يأخذ له إن شاء الله كذا إيش يعني يفرع البار الحلال عندنا في جدة ويشرب من العصيرات المباحة ويهدي عصابه وجدة ترى مدينة جدا حلوة إلا في الصيف والله لا حد أضحك عليكم والله لا حد أضحك عليكم جدة في الصيف شغلهم كيف أبعد في بيتك بلى صيف جدة إحنا كدة إحنا عندنا خطط كلام فاضي أنا عشت به جدة 18 سنة من عمري أحب مدينة جدة بعد المكة والمدينة ما عندي أحب من جدة إلى قلبي جدة ما تصلح بريال في الصيف معليش ممكن تخرج كده ساعة قبل الفجر وصلت وترجع كده الرطوبة غسلتك غسل ماجي؟ فأنا عندي نصيحة إنكم تسوود الفعاليات في مناطق الجبلية الطايف مثلا في مناطق أبهى الباحة تستغلون مناطق هذه تستغلون مناطق الشمال الغربي من السعودية تبو كل حولها هذه شوية الجو فيها معتدل أما جدة في الصيف والله يا لابي جدة حتى في الشتاء يا دوبة كل واحد يمشي فيها تبوها في الصيف قوية شوية فهذا انطماعاتي عن اللقاء أن الرجال شوية خلاصة جماعة بدأ يعقل والله وهذا الشيء ترى إيجابي لاحد يأتي يقول أنتم تنظون للسلبيات لا لا يعني نغمة الهياط خفت تجدها في كلام محمد بن سلمان والعجيب أنه سوى مقابل مع واحد لبناني أساني يقهر الوطنجية سوى مقابل مع واحد لبناني في صحيفة الشرق الأوسط اللبناني هذا يستلم 200 ألف ريال يقال يقال في الشهر ما عليش يا جماعة التوطين عندنا مواطنين سعودين يقدرون سدون الثقرة خصوصا أن الشرق الأوسط وهذه الصحف تعود ملكيتها بشكل أو بآخر إلى النشر السعودية التي تابعة لسلمان بن عبد العزيز فلك يا خي غسان يا أستاذ غسان كان بدك تسأل محمد بن سلمان أول سؤال بدك تسأله تقل له أين الجسة لك وين الجسة يا خي حكيت معه في كل شي بس ما حكيت معه عن الجسة فما سأله عن الجسة لكن ما هي مشكلة خلانه خش بالتفاصيل نمر عليها طيب أصلا هو كتب الأسئلة بنفسه لا 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 هذا غير صحيح ما توصل لمرحلة هذه لا 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 يسأل محمد بن سلمان محمد بن سلمان رجل هناك نقطة بقولها وعنده طلب خاص من من يستمعني من محمد بن سلمان أو غيره إذا كنت تسمعون أكيد أنكم تسمعون كالعادة فوصلوا هذا الرسالة عندي طلب بسيط أتمنى تلبيته من الأمير محمد بن سلمان هذا الطلب الوحيد الذي أرواه أتمنى أنك تكثر من طلعاتك التلفزيونية بصورتك وصوتك بلس يعني لأنه إحنا شغالين على البرنامج الآن ما حنا لأقي لك فيديوهات جوتيوب ما شاء الله تبارك الله السيسي كل يوم كل أسبوع عنده لقاء فشغال يوسف مقاطع على قفة من يشير أنت ما عندك إلا لقاءين ثلاثة أربعة منيبغاك تكثر من الطلعات بلس عشان نبدأ نشتغل صح في البرنامج ما في مادة ما في مادة اشتغل مبنيش جو يوسف عنده أربعمائة قناة مصرية احنا عندنا لقاءات سعودية ربع واشتنين وبرنامجين على البيسي وبرنامجين على الروتانا كثرونا بلس عشان نعرف نشتغل ولا كلا ما حنا نعرف بلسوي برنامج فعندي طلب خاص إذا محمد بن سلمان تسير الشعب كل شهر مرة ياخذ صوت وصورة بلس مقطع يعني عشان نعرف نشتغل شكرا نخش في الحوار يقولك في بداية الحوار المملكة لا تريد حربا الله جميل جدا هذه اللغة اختلفت هذه الفكرة تغيرت تماما المملكة العربية السعودية لا تريد حرب والله الحمد لله ما نريد حرب واللي فينا مكفينا جميل طيب شدد بن سلمان على أن موقف المملكة واضح وأنها لا تريد حرب وأنه لو ياتها يتحقيق المصالح الوطنية قلت لكم والله صار عاقل أنا متفاعل أنه إن شاء الله ربي هداه ربي هداه إن شاء الله وقال إن المملكة لديها دور مهم يتمثل في جهودها من أجل تأمين وصول إمدادات النفط والممرات الحيوية وكيف أنه رأى العالم إنه كيف الإيرانيين يهاجمونه طبعا طبعا معنا كلامه إنه هو هنا النظام الإيراني هم اللي يسوون أعمال تخريبية وهم اللي يجالسين يهاجمون وهم جالسين يصاعدون وإحنا ما نبحاب إحنا ما نبحاب والنصيحتي فعلا أن يكون فعلا فعلا أنك أنت موقن بهذا الكلام لا تصدق المقطع اللي سووه هذا الانيمي هذا اللي أنك تخشون إيران وتقتلون هذا نتمنى أنك تقضي على قاسم سليماني وتقضي على خامنائي وعلى النظام المجرم هناك حتى نحرر الشعب الإيراني نفسه شعب إيراني نفسه تحت الاحتلال نتمنى أن يحصل هذا الكلام لكن ترى لا الوضع أصعب من ذاك الفيديو بكثير الفيديو هذاك اللي سويتون لكم تدخلون وقاسم سليماني متخب في الغرفة هذاك فيديو مش حقيقة ماشي شباب متحمسين إن شاء الله ربي يهديهم برضو ما يسير نقيس الأمور بهذا الشكل بهذا الطريقة مما يؤكد النهج الذي يتبع هذا النظام في المنطقة والعالم أجمع والدلائل على ذلك كثيرة وواسعة متكررة على مدى سنوات طويلة ومنذ 1979 من الثورة الإيرانية هدف النظام الرئيسي تصدير الثورة فعلا أتفق معك هدف النظام الأساسي في إيران أو الرئيسي إنه عندهم تصدير الثورة ما هي مشكلة أنا أخذ كلامك هنا ماذا أعددت للنظام الإيراني من أجل إيقاف زحف تصدير الثورة خذلت العراق؟ ممتاز خذلت الثورة السورية؟ ممتاز وتركت الحوثية تمدد في اليمن قبل أن تدق النواقيس وقمعت الثورات العربية في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي السودان ماذا أعددت لمواجهة النظام الإيراني؟ قل لي لا شيء أصبحت في وضع الدفاع وأنت دائما في وضع الدفاع بدلا من تقوية هذه الثورات وهذه الشعوب لتستقل وتنهض وتقوم وتصبح في مواجهة حقيقية ضد النظام الإيراني أصبحت هذه الدول مدمرة دمارا تاما وجلسين تلعبون اليوم لعبة مع الأكراد وأنا أرجع أذكر في نقطة إلى الآن تركيا لا تتعامل معكم على الأقل بالطريقة القطرية يعني الأتراك ما هم جلسين يوفرون حتى حواظا بشكل يعني الأتراك يقولون للسعودي الموجودة أحيانا لو سمحت أخرج من تركيا يعني الأتراك إلى الآن دين اللعب معاك وأنت جالس تخرب فأتمنى أن ربي كمان يكملك بالعقل وتوقف سنفة الأكراد هذه ولو في ملفات كثيرة يفتح من الأتراك فخليك حذر ولا تسمع محمد بن زايد محمد بن زايد لا تسمعك ما هو كويس أود انتبه يضحك عليك طيب وصل التهور بإيران مستويات غير مسبوقة أنه بعد الاتفاق أنه زادت ميزانية الحارس الثولي ورفعت وتيرة دعمها الميليسيات الطائفية في المنطقة والعالم أجمع لذلك أنه لا بد أن اتخاذ موقف حازم كلام جميل جدا الخيار واضح أمام إيران هل تريد أن تكون دولة طبيعية لها دور وبناأ في المجتمع الدولي ... إنت إيش دورك البناأ في المجتمع الدولي .. أنا اتفق معك هذا السؤال لا بد أنيوجهه للنظام الإيراني المجرم لكن أنت ما هو دورك في المجتمع الدولي وأنت تفسد الثورات وأنت تساهم في الثورات المضادة وأنت تلاحق الصحفيين والتقتلهم ما تقطعهم وأنت تقوم بتعذيب وصعق والتحرش بالحقوقين والحقوقيات إنت إيش دورك في النظام الدولي يقول لي، إيش قاعد تضيفه؟ سؤال مهم؟ ماشي؟ فعلى النظام الإيراني أن يتوقف عن نهجه العدائي جميل جداً الآن، والله، هذا التصريح يعد نضج لمحمد بن سلمان ليش؟ لأنه أول كان يقول هذا كيف تتفاهم معه؟ هذا ما في تفاهم معه على أساس أنه يبغى يخش في مواجهة مستمرة مع إيران الآن ربي أهداه خلاص، صار يقول يعني إيرانيين لا، هدوا اللعب شوي عشان نظبط الأمور وكمان، مارات الولد بدأ يفكر واللي حاولوا المهايطية اللي يقول هيدو العمر دعس دوس عليهم دوس الله هيد عنهم، والله ننجيهم بعشرين شاس نخش القطر وبمئة آه، آه، انتهى انتهى الهياط هذا كله راح على جنوب هي الآن اختلفت الأمور لأن إيران بطلب بطرف رجلها الأيسر جالسة لعبة في الجنوب مجرمين إيراني هذا المجرمين فالولد بدأ يفكر وبدأ يعقر وهو جيد يعني للشعب و للبلد وكذا علاقتنا مع أمريكا كويسة؟ أوكي، عارفي إنه كويسة الآن خاشقجي رحمة الله على أبو صلاح هذا من أكثر مواضيع تهمني أنا شخصياً رداً على سؤال حول خاشقجي قال ولي العهد إنها جريمة مؤلمة معين شي؟ بالله والله والله ما كنت ندري إنها جريمة مؤلمة من اللي كان مشاقل بث وهم يقطعون جمال الله يرحمه؟ يتابه ها؟ مؤلم الجريمة، مؤلم الجريمة صراحة فاجعتني بالتصريح هذا، ما كنت أدري أنا أنا على فانك تعيد أكلام هذا، بس برضو ربي هداك هنا إن شاء الله، وما تكرر الأخطاء هذه مع أحد غير جمال، لا؟ الله يرحم أبو صلاح، ممتاز؟ واسأل الله أن يجعل دماؤه لعنة على من قام به دارها، قلوا أمين؟ يقول لم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، كذاب؟ كذاب؟ قامت المملكة العربية السعودية باغتيال المعارض ناصر السعيد، اسمه ناصر السعيد، الله يغفر له ورحمه، كمثال قامت المملكة العربية السعودية باغتيال هذا الرجل، شالوه وخطفوه من لبنان مش عارف كيف، تقول بعض الرواية إنهم رموا من الطائرة، وقتها ما في قناة جزيرة، يا حسرة، وقتها ما في قناة جزيرة تغطي، وقتها ما في حاكم في دان، جايب لك سيديات، مش موجود، هذا مثال، هذا مثال، وحصل الكلام هذا في عهود قريبة، مش بعيد، 1979 أو 1970، جميل؟ فهذا الشيء موجود، مش كده بس، اللي سويتوه في النساء أبشع من اللي سويتوه في جمال، اللي سويتوه للنساء في السجون أبشع، تحت إشراف صديقك المقرب، سعود القحطاني، التعذيب اللي عذبته فيه الشيوخ، أبشع، الله يلحم جمال، انتهت الحمد لله آلامه فيه، كانت الأمر سريع بالنسبة له، ما طول، سبعة دقائق، عشر دقائق حسد تقول التسجيلات، وهذا العام غير اللي موجود في السجون، هل تعلمون أن هناك قتلة في السجون السعودية؟ تذكرون أنا قلت لكم فيه خبر سينشر عن نيويورك تايمز، إلى الآن المداولات بين نيويورك تايمز وبين الجهات الرسمية السعودية مستمرة حول هذا الخبر، فيه قتلة في السجون السعودية، قتلوا، فلما انتجي عند الشعب، ويومنا اليوم الشعب يعرف، لأن أهلهم جلسوا شهر، شهرين، ثلاثة، أربع سنة، سنتين، ثلاثة، إلى الآن ما فيه أخبار عن عيالهم، ما فيه حتى اتصال، فالشعب متأكد، أو سيتأكد ذويهم وأهلهم بعد فترة أنه ترى عيالنا، أفضوا، إلى ما قدموا وانتقلوا إلى رحمة الله، فأنت تكذب، ما فعلته مع الجمال، فعلته مع غيره، بطريقة أبشى، ووالله الذي لا إله إلاه، لينتقمن هذا الشعب من كل رجل عذب إمرأة في السجون السعودية، فأتي ترى أعمار الأمم كلها قصيرة في زمن الكرة الأرضية هذه، وليأتي أن زمان يجاز كل مجلم بما فعل، بما كسب بيد هذا الشعب، بيجي زمان، أشباه الرجال الذين وقفوا ويشاهدون النساء يعذبن، وهم يستمتعون بهذا، سيأتيهم يوم، تهرب، تتخبأ، تتخط، بيجيبونك الرجال في يومنا الأيام، بس، بيجيبونك الرجال، لا، يرونه بعيدا، نراه قريبا من مشيئة الله سبحانه وتعالى، وحسابكم عند الله شد، لذلك لا تكذب، يقول لم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، هراء، هراء في مثل هذه الأمور ليست جزءا من ثقافتنا، كيف وحد جدك البلاد؟ الله العظيم، يا غدن أنت، أنت جابس تتعامل مع الشعب على سن شعب مغفل، أصغر واحد يقدر يدخل جوجل يقدر يفتح مئة مصدر ومصدر لتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، تخدع تكذب على مين، تخدع مين، تضحك على مين، بس ما هي مشكلة، يستل أنك أنت في هذا اللقاء رجعت شوية من شخصية المهايط إلى شخصية، ما حصل؟ لا، دعونا نعيد الحسابات من جديد، الجميل، واتخدنا الإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين، ومن خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصوم مترات الجنية، مؤسس كذب، لأن الـ CIA قبل شهر من اليوم قالت أن هناك أشخاص جدد على لائحة اغتيال، الـ CIA، خرجت الأخبار، وقالوا، قالوا، قالوا، أنا ما أدل أن كنت نائم، أنه أنا العبد الفقير اللهم بين هذه القائمة، فإنتوا ما زال عندكم البلطجة مستمرة، ناوين تستمرون في البلطجة، ما تعلمتوا باقي من الدروس، ما زال التعذيب مستمر في السجون، ما تعلمتوا، لسا من الدروس، أضف إلى ذلك أنه فين التشهير؟ فين التشهير؟ لما مسكت عزيز اليوسف إبراهيم المديميغ والوجينر هادلول، طلعت وكتبت خاونا، 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 ليس لما نقعدين تحاسبون اللي قتلوا جمال الذين هم خاونات الوطن الحقيقيين، ما طلعت صورهم قلت خاونا، ليش؟ مشيرا إلى أن المملكة حريصة على حياة كل المواطن، وهي إجراءات لم تتأثر بعوام الأخرى، نحن دولة يسودها القانون، ومن غير المقبول التعرض لحياة المواطن بهذا الشكل المؤنم، ونسعى لتحقيق العدالة المحاسبة بشكل كامل، وعلى أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، أن يتوقف عن ذلك، ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة، لما حصلت حادثة جمال خاشقجي، راح ولد عمك خالد الفيصل إلى تركيا، جلس عند هاكان فيدان، جاء هاكان وطلع له السيدي، هاكان جاء وطلع له السيدي، واستمع خالد الفيصل للكلام كله، كله، فهين الإجراءات التي اتخذت؟ أم أنك وأنت وأصدقائك من كانوا يقودون هذه العملية؟ هذا كلام آخر، في العيد مطلعين صورة عسيري مع ولد أخوه، فرحاني، يقول لك هذا متهم، هم متهمين أنه هو من بين الأشخاص التي خططوا هذه العملية، عادي، عادي، كأن شيئا لم يكن، حتى تعرفون أنه يكذب على الشعب، خروج صورة عسيري الذي هو متهم رئيسي من قبلكم، الدولة، النيابة العامة السعودية تكلمت، مش أنا، مش أنا، النيابة العامة السعودية قالت الأحمد عسيري من بين المتهمين، كيف تخرج صورة معلد أخوه؟ يعرف أنه كذب، بس أنا لا آتي بشيء من عندي، أيها الشعب، ألا يكذب عليكم هذا الرجل؟ كذب، وعلى أي طرف يسعى الاستغلال القضية السياسية لتوقف عن ذلك، ويقدم ما لديهم الأدلة للمحكمة، أوه بالمناسبة، أيها من جهة بعدين هذا، في حاجة حلوة للفيديو الشرخ، في حاجة حلوة للفيديو الشرخ، حول موقف المملكة من سوريا، أريكم هنا، في نقوس، مو تحولوا من حالة الهياط إلى الاعتدال، تحولوا إلى مرحلة النقوس، كيف؟ كيف؟ طيب، حول موقف المملكة من سوريا، إيش هدفك الرئيسي؟ قال إنه يوجد اتفاق حال الأهداف، اتفاق مع مين؟ ما تدري، الأول هي هزيمة تنظيم داعش، داعش هزيمت، ومن عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية؟ مين التنظيمات الإرهابية؟ والتعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع، كيف تتعامل معه؟ ايش؟ تسوي له مساج؟ ولا تدغدغه؟ كيف تتعامل مع النفوذ الإيراني؟ على بالك يعني؟ ما كان الجبير يطلع كل يوم يقول بتشوف البشار الأسد؟ بشار الأسد سيرحل، سيرحل سياسيين أو عسكريين سيرحل، سيرحل سياسيين أو عسكريين، بتشوف، سيرحل الآن جالس يقول لك، موش هدفنا يسقاط نظام بشار الأسد؟ كان يبغون يطيرون بشار، يصمون نظام، وانتخابات، يقول لك الآن مو هدفنا؟ ما صار كلام ذا؟ الآن مو هذا هدفك، تحولت من مرحلة بنشوف وبشار سيسقط سياسياً أو عسكرياً إلى مرحلة لا، بس النفوذ الإيراني يبغى يخف شوية، لا يا شيخ؟ على بالك أنت إيران صامدة مع بشار الأسد ثمانية سنين عشان يجي فقهم في يوم وليلة؟ ووقت الشدة كانوا معاه، على بالك أنه وقت الرخى بيجي عندك، الشيء الوحيج اللي بيسوي منك بشار أنه بيحلبك لأنك تخصص حلب، مثل ما حلبتك كل الدول، وفي دول حلبتك وما خذت منك شيء، حلبك ترمب ولا قدرت حتى تنتصر على الحوث، حلبك السيسي، أسمع كلامي هنا ها؟ موقف واحد من السيسي ضد إيران ما في، تخيلوا، موقف واحد، موقف واحد من السيسي ضد إيران ما في، وكان يقول لهم مسافة السكة، ولما جاءت الحرب مع الحوثيين، قال لهم قيش مصر للمصر، بس، هذا اللي قالوا، كله يحلب، فالآن بشار الأسد، يقول لك شو عدا ما بدأ؟ أنا بدي أحلب كمان، خلاص، يحلب، كله جالس بيحلب، كله بيحلب، هنا 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 في، طيب، فهدفك الآن مش إسقاط النظام السوري، بما يحافظ على وحدة ونعمل مع الدول الصدية، كلام فاضي، كلام فاضي، يقول وساطة الإمبراطور الياباني، نشكر على وساطة رئيس الوزراء كانت نياته طيبة، ورغم ذلك الإيرانيين هاجموا، هاجموا سفينته وإلى آخره وكذا وكذا، ولم يقدروا أنه كان موجود عندهم، مما يدل بشكل واضح على نهج النظام الإيراني ونياته التي تستهدف أمن المنطقة، قل لي مين اللي قد جاه؟ مرة من المرات رئيس دولة، رئيس وزراء دولة، وربطه، افتنا في هذا، من هو الرجل الذي جاء إليه رئيس وزراء دولة، وربطه، ثلاثة أيام، في الرتس، سعود القحطاني وثامر السبهان، كانوا مربطينه، مين هو؟ مين؟ ما خلوه يتروش يقولك، الرفض حتى أن يستحم، مين هو؟ سعد الحريري، من هو الشخص اللي يأمنك؟ والغدر من طبعك، الغدر من صفاتك، مثل ما فعلت في جمال غدرت به، ومثل ما فعلت في القطرين غدرت به، ومثل ما فعلت مع الحريري وغدرت به، ومثل ما فعلت مع أخي أحمد وغدرت به، وحطته في السجن، جبت أخوي أحمد يكون وسيط، وحطته في السجن، فالغدر من طبعك أو هشيامك، أتركك الإيرانيين، اليابانيين تفاهم معهم، فخلك من العلم، الكلام هذا يقال على الناس، تضحك فيه تاكل فيه على كم وطنجي، بس مش الشعب الواعي العاقل، اللي أسمح يدرك هذه الألائق، اللي يقول الحرب قربت، ما في حرب، أنسى، إيران دائما هي الطرف، وهي دولة مارقة، وتتحمل عاقب هذا الأمر دوليا، قالوا لك تعالى الميدان، والله إن الإيرانيين ليسوا بأشجع مننا، وإن الإيرانيين ليسوا بأقوى مننا، وليسوا بأدها مننا، لكنهم يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، بس، العقول المبدعة المفكرة عندهم وكذا، أمسكوا، مسكوا منصب، حط، مسؤولين، خطط، اشتغل على عشرين، ثلاثين، أربعين سنة، في مقطع دائما أقول لكم عليه، ارجعوا ليوتيوب، تلقون قاسم سليماني في 2003-2004 يتكلم عن حلمه، عيني عينك، عن حلم التوسع والتمدد، ماذا أعددتم لذلك؟ وقتها كنت هدد الناس بالرصاص في الرياض، بس بالتذكير، وحول الإضرابات السياسية في المنطقة أشار إلى أن مصدر الإضرابات التنظيمات الإرهابية، داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، أها، طيب، داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، أنت قاعد تتحالف مع الإخوان المسلمين في اليمن؟ يا محمد بن سلمان، حركة الإصلاح التي تتحالف معها في اليمن هي حركة إخوانية، إخوانجية، حكومة الحاكمة في المغرب حكومة إخوانجية، الحكومة الحاكمة في تونس خليط معهم إخوانجية، تحب، ما تحب، هذا واقع موجود، بل البرلمان الكويتي فيه إخوانجية فعليك أن تتقدم برسالة للشخص صباح وتقول له يشيل الإخوانجية من كل مكان أو أديك معلومة وهذه الشيء مهم جدا يجب أن يفهم الناس أن تنظيم الإخوان الفكرة والأفكار تنتشر والإخوان ليسوا كلهم شكل واحد لا يمكنك أن تقضي على هذه الحركات أي فكرة موجودة لما تقمع أعضاءها وأفرادها يتحولون أحيانا إلى أبطال فلا تستيع القضاء عليه جميل الفكرة ممتاز ممتاز نخش على اللي بعده وردا على تصريحات الرئيس أردوغان وغيره من المسؤولين الأتراك أمس آسف التي تشكك في القضاء في قضية خاشقجي رحمة الله لابو صلاح قال ابن سلمان لقد اتخنى لجراءات لمحاسبة المسؤولين وتمت حالة المتهمين وإلى آخره وقال بأن القضاء في المملكة سلطة مستقلة كالدب هذا كلام مرة أخرى تكذب فيها الشعب واحد من الثنين إما أنك تجهل النظام الأساسي للحكم في السعودية وهو متوقع طبيعي جدا وإما أنك تكذب وهو معروف عنك ليش ترجع للنظام الآن خش الآن جوجل إذا عندك جوال ثاني خش النظام الأساسي للحكم التنفيذي والقضائي والرقابي كل السلطات الثلاثة في البلد مرجعيتها للملك أين الاستقلال أين الاستقلال يعني هل تتوقع اليوم في 2019 أنه لما تجد اجترمي تصريحات على الشعب الشعب ما يفهم أتمنى أنا مشكورين أتمنى بعد انتهاء المقطع خذوا كل جزئية عشان نرد عشان ننشر الفيديو لأنه في ناس يقول لك يا بوي راي بربر علينا ساعة يا حبيبي النظام الأساسي للحكم يتكلم أن السلطات الثلاث كلها مرجعيتها للملك الدول المحترمة تكون المرجعية فيها للشعب فإما أنك تجهل النظام الأساسي للحكم وهذا طبيعي ما زالت تجربة حديثة بالنسبة لك وإما أنك تكذبه هذا مفهوم فلذلك حينما تقول لردوغان أن القضاء سلطة مستقلة هذا كلام فاطئ ونحن نواجه أي حدث بحزمه من دول تردد شفنا الحزم حينما يقوم سعود القحطاني بالتغريد عن طريق حساب مندر الخالدي أو غيره من الحسابات وعندما يأتي المطبلون ويغنونه وشيلات كل شيء إلا سعود وعندما يخرج عسيريا ويغرد بشكل طبيعي جدا ولا نرى تشهير بإسم واحد من هؤلاء المجرمين الآن هنا كلام حلو إضافة على فيديو الشرخ قال المملكة علاقتها قوية مع كل الدول الإسلامية وتسعى للمصلحة العامة وأن المملكة تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا هذا حلو هذا حلو هذا حلو للوطنجي أي وطنجي يرد عليك طلع له كده التصريح طبعا عندك الآن سلاحين أعد أعد هيه حلو هذا اللي يقول أعد عندك الآن سلاحين أي وطنجي يتكلم يقول لك رايح تركيا طلع له فيديو الشرخ وطلع له التصريح هذا بأن محمد بن سلمان يقول أن المملكة تسعى لأن تكون علاقاتها قوية مع كل الدول الإسلامية بما فيها تركيا أو ما يقدر يقول لتركيا أي شيء آخر ما يقدر يهاجم تركيا لا يستطيع طيب اليمن والحوثيون حلو الآن عندكم اثنين اليمن والحوثيون كده مكتوب دافع ابن سلمان وليلعاهد عن عمليات التحالف في اليمن قال أن عمليات التحالف بدأت بعد أن استنفد لمجتمع الدول لكل الحلول السياسية بين الأطراف اليمانية من الشيط الحوثية كذب بل إنكم قبلتم بدخول الحوثي وتمدده نكاية في الإصلاح الأخوان جئي حقونا اليمن ألفين واربعطععش ألفين واربعطععش في حلقة عندي في برنامج فتنة اسمها أمن وأمان بتشوفوني كده ولد كده حليوة ودهدقني خفيفة وشوغ هذا شغل دلع آخر دلع حلو؟ إيش كنت أقول في الحلقة هذه؟ كنت أقول الحوثية تمدد والسعودية تسكت عن ذلك أي فرفور حلو؟ كان وقتها الوطنجية يردون هذا حماقة هذا كذا هذا غباء هذا مش عارف إيش كنتم تفعلون هذا نكاية في الإخونجية اليوم تمدد الحوثي وللأسف للأسف إنه كنا نتمنى عاصفة الحزم تحجم الحوثي لكنها أعطت الحوثي دفع للأمام دفع راحت الأمام وأضاف ينسى كثيرون بدأت استنفد المجتمع الحلول وإلى آخره وهي التي قدمت المبادرة الخليجية هنا هنا كلام حلو وعملت على تحقيق انتقال سياسي سلمي في اليمن تقصد أنكم دعمتم علي عبدالله صالح ضد الثورة في اليمن نكاية في الإخونجي ونكاية في الثورات وتحرر الشعوب هذا اللي حصل ثلاثين سنة تدعمون علي عبدالله صالح بشكل خاطئ جدا ثلاثين سنة شوف ثلاثين سنة علي عبدالله صالح يلاعب الحكومة السعودية والله يلاعبهم ملاعبة ينزنك في حاجة ما في فلوس القاعدة خرجوا ودمروا فهيه لا لا عمليات إرهابية وتخش القاعدة الحدود مع السعودية تتجنل ادفع 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 يا أخي الحوثي يتقدم ما لكنت hedgeه هذا الملك عبدالله خش ودفع ويلعبهم كرتهنة وكرتهنة 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 ثلاثين سنة لكنه لاعب إيران ثلاثين أيام علي عبدالله صالح داهية 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 عبدالله صالح داهية علي عبدالله صالح من دهات الأرب وللأسف لكنه استعمل عقله في مكان خطأ ثلاثة أيام لاعب إيران قتلوا يخلص الموضوع ثلاثة أيام أراد علي عبدالله صالح أن يلعب الإيرانيين قتلوه خلصوا الموضوع وقدمت أكثر من سبع مليارات دولارات دعماً اقتصادياً وتنموياً لليمن بين أعوام 2012-2014 السؤال كم تحتاج اليمن اليوم لدعمها لعادة إعمارها كم كم سننفق من مليارات لعادة تعمير اليمن يا حرام اللي صار اليمن والله ما كنا نتمنى أن يحصل هذا للمدنيين ولا هذا البنى التحتية ولا هذا للأماكن تجمعات لا والله اللهم إنا براء من هذا الأمر واللهم أننا براء من هذا القتل قتل المدنيين لا نقبل به لا في بلادنا ممتاز ولا نقبل به عند إخواننا في اليمن ما أتمنى أن أشوف دم قطرة دم وحدة ترق ومتأكد ومتأكد أن هذا الرأي مثل رأي الشعب متأكد وأرجع وكرر وأقول مرة أخرى الشعب السعودي اليوم يا أخوان لا تطلبوا منه مواقف ثورية وبطولية أحنا اليوم الشعب عندنا أخ أفضل شيء يفعل الواحد أن ينكر بقلبه مش مطلوب منك أنك تثور ولا أنك تخرج ولا أنك تنفعل لا 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 تحرق نفسك لما تخرج لوحدك خطأ أقل القليل أن تنكر هذه الأمور بقلبك ماشي كلام فاضي مبادرة أنقذت علي أبدالله صالح بكل أسف قامت إيران إنه إيران هي اللي خربت في اليمن الشعب اليمني موقف موقف تاريخي نعم اليمنين أبطال لكن للأسف اليوم كثير من اليمنين ضد حتى عاصفة الحزب بعد أن كانوا يدعمونها في عامها الأول بسبب ما ارتكبتهم من انتهاكات وهذا يدل على أن وزير الدفاع الذي يقود العمية أحمق فاشل أنت رابع أو خامس دولة في الإنفاق العسكري في العالم ولن تستطيع مواجهة إيران عسكريين مش لأنهم أقوى مننا لا والله ولأنهم أشجع مننا لا 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 أكرر بل لدينا رجال يأكلون الحصة ما عندهم خف يفلون الحديد من شعبنا ما يخافون وسوت وحوش ما يهابون لكن لما يقودني واحد غشي متهور مندفع لا يعتذر لا يتراجع عن أخطاؤه لا يتكلم بشفافية يظن أنه هو أفهم الناس ويستمر في ارتكاب الحماقات مع أني أرجع وأكرر أن هذا اللقاء يعطي مؤشر يعطي مؤشر أنه ممكن أنه يفهم في يوم الأيام عن التقدم الذي حققته قوة التحالف تم تحرير معظم الأرض لا مش تقدم هذا هذا كلام غير صحيح إلى أن الحوثي انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم فلماذا تكذب على الشعب والشعب لساعة قبل يومين شايف أن الحوثي صاري هاجم مطاراتنا لماذا؟ لماذا تضطر إلى ترويج مثل هذه الأمور؟ وتخرج بهذه الصورة؟ لماذا لا تصارح الشعب؟ وتقول لهم نحن وصلنا إلى المرحلة كذا كذا كذا؟ حتى في بابجي هذا اللي يقول بابجي حتى في بابجي كان يقول نراقب نراقب فقط لا لا حاية لا حاية لا حاية تقدم نراقب نراقب فقط في المقطع اللي خرج يعني حتى في بابجي ما هو راضي يهاجم ولا راضي يرتكب خطط بديلة قاعد يراقب تراقب تنتظر إيش؟ ما أدري ما أدري إيش لتراقب مشكلة أضف إلى ذلك أنه فعلا إعلامنا في تعاطيه مع عاصفة الحزن فشل أول سين دعم طاق 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 طهبل وموسيقى واحد في واحد مغني أنا أحب صوته بالمناسبة اسمه رامي عبد الله أحب صوته أنا صوته جميل وعنده أداء حلو عنده عرب جميلة وولد متمكن صوته جميل شفت له حفلة شارك فيها وكذا رامي عبد الله هذا سوى أغني الله يهديه ويسامحه اسمها يا هلا بالحرب 2015 هذه من موجة الغياب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو هذا يقول يا هلا بالحرب الله يهديك يا رامي لا لا ما اعتقلوا ما اعتقلوا هذا واحد سألني قال لي في سؤال هنا خلت سؤال طريف قال لي كم ستحصل من مبلغ بعد هذا البث كم ستحصل على فلوس لا الدفع قبل البث ما ليش يا جماعة ما ليش الشفافية مطلوبة ترى الشفافية مطلوبة طيب وزاد إلى آخره الآن من الدولي طبعا خلونا نتجاوز المواطن السعودي يتغير المواطن السعودي يتغير أبدأ ابن سلمان فخره بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير لا يا شيخ على أساس أنه عندنا خيارات الآن على أساس أن الشعب قاعد يختار أنا أبغى وما أبغى اللي ما يقود التغيير فين يقود يقود العرضة في اللي سواه في ذهبان شفت الرقص صديقي العرضة اللي قاعدين يرقصوا مع بعض في ذهبان كيف يقود التغيير مين يقدر يقول لا مين يقدر يقول لا اليوم بالمناسبة في مشكلة حاصلة اليوم بين المفكرين القطريين ما بين القطريين ومقيمين في قطر حول التلفزيون العربي طبعا جماعتنا يقولون عن شقاق وأجنحة تتصارع ومش عارف إيش والدوحة ترتبك وتطرب يا ريت نقاشاتنا تصل إلى هذه المرحلة أنه أنا أطرح رأيي وأنت تطرح رأيك وأنا أقول لك لاخدت غلطان وهذا غلطان وهذا يعتذر وهذا يحذف وهذا يسحب الحلقة من دون اعتقالات من دون سجل من دون صعق من دون تقطيع من دون تحديد من دون إذا أنت راجل لا تمسح تخيل بالله كذا الآن يرد عزمي على نايف بالنهار يقوله إذا أنت راجل بالمناسبة أنا أحب هذا الاسم نايف بالنهار هذا واحد قطري ولد عنده مفكر كذا عسر اسمه نايف بالنهار جميل جدا تابعوه تحس أنه فيه إنسان فيه عقل تتخاطب معه تخيل نايف بالنهارة الآن انتقد عزمي تخيل يجي عزمي يقوله إذا أنت راجل لا تمسح تخيل هنا في مشكلة يدلك أنه في مشكلة لكن لا الجماعة هذا كتب وهذا انتقد وهذا تكلم وهذا هذا خلص نحن في الحلقة قفل شطب ليش ما يصير زي كذا عندنا في البلد ليش ما يصير عندنا زي كذا أنه أنا أخي أنا مرغو الشير فلاني تفرضوا عليي فرضا أنا القضية الفلاني مبغاها لا تفرض علي وصل اللهم مبارك طيب من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير أي أحد ينتقد اليوم أي شيء في الرؤية يسجن يا محمد بن سلمان أنت لما جمعت الرموز والمشاهير في أول أيام وقتها أنت حتى كنت ولي ولي عهد تذكرون لما جمع المشاهير كلهم؟ قلت لهم كالتالي قلت لهم أي شيء مسموح انتقاده لكن اللي ينتقد رؤيتي معناته ينتقدني شخصيا يجاك عصام الزامر والله العظيم ينحط على جرح إبرا يا أخي ولد يعني رجل بأدب أخلاق مهذب لا يسط لا يشتم لا يجرح لا يقذف لا يصرخ حتى عصام يعني أنا 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 الآن أنا أتكلم عن نفسي يا أجل طالع في واحد زي عصام والله يتحس أنه ملك جنبي هذا يتحطه في السجن لأنه قال لك ترى بيع عرامك وخطأ لا تبيع عرامك خطوة فاشلة ولن تنجح علمه كل شيء كل شيء عصام الله يفرج عنه يا رب ويعيده الأهل والزوجته والوعيال وبنته وشفت لو بنته ع السولة كده طالعة تتكلم حققت إنجاز الله يحفظها يبارك فيها يا رب يا أخي واحد زي هذا طلعوا يا جماعة يا أخي عندي وجهة نظر وجهة نظر نبغى 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 يا ليت إنه يكون في عندنا مساحة نتناقش فيها خلاص ما عدا نبغى نسير زي السويد والنرويج خلاص ما نسير زي قطر على القلب في الحد هذا ما نسجم بعض ما نشبه على بعض ما نبلغ كل الأمن أوكي لما عندي فكرة مختلفة عن فكرتك قطرين في ناس قالوا ما نبغى رئيس الوزراء يروح مكة قمة مكة وفي ناس قالوا لا نبغى يروح ولا شبه على بعض ولا سجن بعض نبغى هذه المساحة طيب خليها عندنا طيب إحصام الزامن والله العظيم كان يتكلم بكل صراحة كان كثيرون يقولون لي محمد بن سلمان والكلام هنا أن أصعب شيء سأواجهه في التحول الاستراتيجي هو المقاومة ولكني رأيت أن هذا العامل ضئيل جدا الله أنت دخلت فيها كهرباء تغريق بالموية تكسير أسنان إيش دخل تكسر أسنان أخويا عبد المجيد تشطف له أسنانه ليش الله يبرج عنه ليش ليش قل لي تضرب الولد عمره 19 سنة سنانه تكسرها ليش بإيش كنتم تشعرون حينما تقوم بالاعتداء على مثل هذا الطفل ليش خليت فيها اعتراض وهو حتى ما له علاقة بالسياسة كان كثيرون يقولون طيب والذي أرى أن الشباب صار يتسابق أمامي ويقول التغيير أنا ما نشايف إلا حفلات لمحمد عبدو كنت جالس أقرأ تغريدة الواحد أمس من حقون الكورة يقول يا أخي نبغى فعاليات أخرى ما في إلا حفلات غنائية ثمانين في المئة من فعالياتك حفلات غنائية لا لا ما عنده بتسامة غليوت بدلين إن شاء الله بطلع عبد المجيد نركب له اسمه هذي فينير بثلوس الدعم طيب طيب أود الإشادة بدور الشباب مطعما بالخبرات في الحراكة الذي أي حراكة تعيش السعودية ما عليش أنا إيش هو الحراكة التي تعيش السعودية حراك فكري ثقافي سياسي الحراكة الوحيدة اللي ساير هذا يطلع محمد عبدو يغني وذاك يجسمه الأخ حديفة يقعد يصرخ على محمد عبدو والله يا ابو نورة والثاني هذا كل يسمه تومي أبو نظارات هذا هو الحراكة اللي ساير عندك يعني حراك ثقافي كل ما طلع محمد عبدو في حفلة قاعدوا يصرخون عليه والله لو يحضر جنبي واحد أو حفلة يحضر واحد جنبي يحفل لو يقول يصرخ زي كدا للدارة منوية تبغى تحضر أوكي الفنان يجي مع ليش هذا فاصل الفنان يعطيك كوبليهين أغني أغنيذين تطرب معها وتصرخ أما تقعد من أول دقيقة لأخرة دقيقة تصرخ لي زي كدا يقوم كبس بينه وبينك في المسخة أنا زي تحضر بتسمع تنطرب ما هو صالح القرني مدرجات مع الاتحاد طيب وردا على سؤال حول ما يشهده السودان قال ابن سلمان يهمنا كثيرا أمن السودان واستقرار لا والله ما يهمك أنك تبغى العسكر يحكمون السودان هذا اللي يهمك والدماء التي سالت في رقبتك أنت محمد بن زايد والسيسي وتمويلكم للعسكر المجرم في السودان قال ليش قال يهمنا استقرار السودان يهمك أن يبقى العسكر يهمك أن تبقى هذه الشعوب بعيدان حرية لأن الحرية معدية الحرية معدية زي الفيروس ينتشر يخافونه المستبدين الحرية معدية ليش هو يحارب السودان ليش يحارب السودان هو يحارب السودان لأن الحرية معدية ولا يريدون للشعب أن يعدى أو تصيبه العدوى لهذا السبب هذه الإشكالية هذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع لذلك يحاربون مصر لذلك يحاربون الجزائر لذلك يحاربون ليبيا لذلك يحاربون اليمن لذلك يحاربوا الشام وقاموا ثورته التي كانت تقاوم يا أخي رأس حرب ضد المشروع الإيراني في المنطقة الثورة السورية يجب أن تكون حربك الأولى خذلوها خذلوها للأسف شيء مؤلم محل لقد كان إخواننا وإخواتنا من السودان ولا يزالون جزءا من نسيجنا الاجتماعي جميل أسهم ومساهمات مشهودة في مسيرتنا في مختلف المجالات يعني محمد بن سلمان يؤكد مقولة درسونا وعلمونا وساعدونا السودانيين نحن مشكورين للأخو السوداني على هذا نشكركم شكرا وأنتم أتيتم كراما إلى بلادنا وعملتم وقلتم معنا وشربتم معنا هذا علاقة بيننا وبين أخواننا حبايبنا أي واحد عصر يدخل بين الطرفين ويحاول أن يعمم نظرة شوتوه شوتوه ولن ندخر جهدا في المملكة لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه إن شاء الله السودان وشعبه سيكونوا بخير إذا انتم بعيدين عنه إنت محمد بن زايد إذا دخلوا السودانيين في حالهم بإذن الله أنهم بخير أتمنى ذلك حاول مسجدات الرؤية أنه يغير وبدل يقول المرحلة فيها تغيير وفيها تراجع وإحنا قاعدين ما هي مشكلة إذا سرنا نبدل ونعدل وفي خطط تنموية البلد ينطلق فيها وأعتقد أنكم لمستم ذلك أنا ما لمست أي شيء والشعب ما لمس أي شيء لأن البطالة كما هي الشعب كيف يلمس كيف يلمس الشعب الشعب يلمس أنه حياتي اليومية أمور اللي كنت حققها وحصلها أصبح الوصول إليها بشكل أسهل مستلزماتي ما أنا محتاج أني أصاب بحالة من العجز ونابحة عن حقوقي هذا هو الشيء اللي إحنا قاعدين نتكلم فيه البطالة زادت ممتاز والمعيشة أصبحت أغلى على الناس المعيشة صارت أغلى على الناس لذلك هنا في مشكلة كبيرة جدا إرجع مع نفسك وراجع في حساباتك واستمع إلى كلام العاقلين إلي نصحك قال إنه ببيع عرامكو نشوف كلام هذا حساز جدا هذه خطيرة جدا بيع عرامكو خطيرة جدا كما قال الخبراء أشار إنه جرى الاستعداد للطرح الأولي إلى آخرين أعتقد كلام الباقي ما هو ما هو بتلك الهمية إحنا وصلنا هنا إلى نقاط اللي كنا نبنقولها لكم في موضوع هذا البث وأعتقد إنه وصلنا كده إلى النهاية أنا أشكركم شكرا جزيلا لحزو الاستماع أخذت معاكم ساعة أو ستة دقائق من وقتكم الثمين الغالي جدا تكلمنا على التفجيرنا العربي المشكلة التي سارت فيه علقنا عليها وحنا نتمنى إن شاء الله أنه يا رب يا رب أننا نصل في وقتنا الأوقات نناقش قضايانا وأمورنا وبكل هدوء وبكل بساطة من دوم نخون بعض ونشبه على بعض وكذا وليش حطين أزرق؟ ليش حاط أزرق أنت؟ والله أنت اللي حاط أزرق تنبيش في التغريدات وحط اللون الأزرق أنا حطيت اللون الأزرق وأنا سعيد باللون الأزرق وسادعم إخواني للسودان وسادع ресسلة وسادعو لأهلي في السعودية إن الله يحميهم وأنا احداد سادعو لأخواني وجيراني في اليمن إن الله يحميهم وإن شاء الله ينصرهم وينصر بلادهم، وينصر هذه الشعوب المخسوحة المغلوبة على الأمرها قالوا أمين، أ أشكركم شكرا جزيلا أن أعلم استماعكمi شد أن تطالقاكم على خير كونوا أحرارا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته